أهم إنجازات اللجنة الأولمبية مقتطفات من لقاء له مع أمين عام اللجنة ناصر المجالي خليكم معنا يمكن إنجازات كثيرة خلال هاي السنة وزي ما تفضلت ميسون يمكن صعب خلال الحلقة حتى أنه نحكي عنها كلها ولكن خلينا نمر عليها هيك بشكل سريع 2022 كيف كانت بالنسبة للرياضة الأردنية؟ شوف 2022 من ناحية إنجازات رياضية الحمد لله كانت سنة جيدة بنت على سنوات سبقتها ودائما بما أننا نشعر أننا نتجه بالاتجاه الصحيح رياضيا وهذا الشعور يأتي من أشكال الإنجازات وما كان مخطط له من السابق الدورات كان لدينا دورة التضامن الإسلامي هذا العام كان فيها 12 ميدالية منها ميدالية إحدى الميداليات الدهبية اللي هي إجت من أحمد أبو السعود اللي هي تترجمت لما أتى بعدها اللي هو ميداليته الفضية في بطولة العالم اللي هي الأولى من نوعها في الوطن العربي بتاريخ البطولة اللي هو تاريخ البطولة تقريبا أكثر من مئة عام ولكن هذا لا يعني أنه رياضاتنا الثانية اللي هي الرياضات القتالية ما بنت على الإنجازات اللي حققتها في السنوات اللي قبلها من تاي كوندو من كاراتين من كيك بوكسيق موي تاي وغيرها من الرياضات الرياضات الجماعية كان لها حضور هذا العام ببعض الفئات المختلفة كرة اليد بفئة الشباب بطولة العالم في اليونان وكمان كان لهم حضور في هذه البطولة وبنفس الوقت السيدات البوليبول اللي هم كرة الطائرة اللي أنجزوا ميدالية الفضية لغرب آسيا هي بداية ونتفائل بأكثر من ذلك من الرياضات الجماعية وطبعا نرى رياضة كرة السلي في طريقهم إن شاء الله إلى التأهل لكأس العالم في 2023 هذا بس جزء لأنه كثير من الرياضات الأخرى لا كثير رياضات أنجزت إنجازات وما بدي أذكرهم كاملا يعني نحتى بنحكيها الإلكترونية طبعا الرياضات الإلكترونية هي بطولة العالم بطولة العالم جابوتالت وهي كمان هاي ما منسميها بس بداية جيدة هاي تطور لهذا الرياضة اللي هي للعلم الأوسع انتشارا في الأردن حسب الإحصائيات اللي موجودة والأوسع انتشارا في العالم اشتركوا في القناة